السلام عليكم و اهلا بكم في الحلقة الثانية من انا حب اللي يسألني سلسلة فيديوهات جديدة بنعملها في رمضان بنتناقش فيها في اسئلة مختلفة من اسئلة الانترفيوهات اللي ممكن تقابلنا ايه اللي بيكون مقصود منها و ازاي افضل طريقة ان احنا نجاوب الاسئلة دي قبل ما تبدأ لو اول مرة تشوف الفيديو او اول مرة تشوف الحلقات دي هتلاقي فيه لينك اه سواء على الديسكريبشن في اليوتيوب او في البوست في الفيسبوك لارتكل نوت اه على الصفحة على الفيسبوك بتتكلم شوية عن شوية تجهيزات اه محتاجين نفكر فيها قبل اصلا ما يكون عندنا انترفيو قبل ما نابروتش موضوع الانترفيو ولا حتى نتفكر في ازاي نجاوب الاسئلة فاللي ما ارهاش اه ما تنسوش تبقى تقولوها بعد ما تفرجوا على الفيديو ان شاء الله لانها هتكون مهمة جدا للتحضير قبل حتى ما نحضر اجابتنا امبارح غطينا 3 اسئلة والنهاردة بنكمل مع بعض والسؤال اللي نبتدي بيه هو السؤال برضو من الاسئلة المشهورة اللي بتيجي كتير هي ايه هي اهم نقاط قوتك او نقاط القوة عندك ايه اهم نقاط القوة عندك السؤال ده شبه شوية السؤال كنا قلناه امبارح اللي هو انت ليه مقدم عندنا لان هو ببساطة عايز يعرف ايه عايز يعرف نمرت واحد هو انت عندك وعي ذاتي عندك self awareness انت عارف نفسك والحاجة التانية انت عارف احتياجاتنا عشان تبقى عارف ان النقاط القوة اللي عندك دي احنا هنحتاجها او هنستخدمها تمام ايبا ده اللي هو المقصود عايز اشوف الوعي ذاتي بتاعك فاهم نفسك وعارف نفسك ولا لا وعارفنا وعارف احتياجاتنا ولا لا دلوقتي السؤال ده ناس كتير بتعمل فيه ايه؟ بتبقى النقاط القوة اللي عندها هي شوية صفات عارفينها عن نفسنا فبنبقى عارفين والله انا بتكلم كويس بكومينيكيتور كويس تيم بلاير شوية حاجات كده مواصفات وصفات بنبقى عارفينها عن نفسنا وبنستخدمها كتير وبنقولها كتير وبنخش نتسئل السؤال ده نروح ايلانها تاني ده مش الطريقة الصح اول حاجة لازم نخلي بالنا منها ان مجرد ان يقول صفة وخلاص ده مش كافي الصفة لازم يتبعها دليل عليها وكل ما الدليل ده كان بالارقام كل ما يكون احسن مش دايما بيبقى فيه ارقام يعني مش كل حاجة سيلزة او مش كل حاجة انتاج او مش كل حاجة بتبقى ارقام بس لازم يبقى فيه دلائل لازم يبقى فيه قصص وراء الصفة دي بتخليني اقول كأن اقول في بالك كده بزبط الراجل انا لما هقول له والله انا كوميونيكيتر كويس هيقول في باله على طول بقى امرتي انا مستنهوش يقول لي بقى امرتي انا روح اقول الحاجة ووراها القصة بتاعتها على طول خلاص يبقى مجرد صفات وخلاص وكلمات رنانة لأ خلاص تمام يبقى الحاجة ووراها القصة حقيقية وعشان كده هتلاقوا اتكلمنا قبل كده وقلنا دايما الحاجات دي بتحتاج تحضير من قبل ما تكون رايح لازم تكون كاتب الليستة بتاعتك وعارف القصص بتاعتك كويس دي حاجة الحاجة التانية فايدة ان يبقى فيه قصص تساند الحاجات اللي احنا بنقولها ان ساعات كتير الكلمات الرنانة دي او الصفات دي بتبقى تهرست كتير تسمعت كتير قوي كلنا بنقول كنا ن Blind Klayer كنا نقول Good listener, Good communicator, Good presenter. كنا نقول نفس الكلام فا لازم اقول حاجة مختلفة. فيبقى حتى لو هاستخدم نفس الصفة المثل اللي هضربوا عنها هيبقى مختلف. ولازم هبقى محضره كويس لانه هتسئل بأمارتي ولما هحكيه ممكن يدوس علي اكتر شيئا وقي يبقى بضلي ايه وقي لي خليك تقول كده ودى حاجات 그렇게 العلاقة بالتحضير ودي كنا قلناها زي ما قلتلكوا ايه هتلاقوا في النوت اللي اتكلمنا عنها والتحضير ما قبل الانترفيو ده موضوع تاني يبقى محضر كويس يبقى لما هتتسئل السؤال هتبقى عامل حسابك على الصفة وراها المثل بتاعه الحاجة التانية المهمة في السؤال ده هي ان ما تتكلمش على نقاط قوة وخلاص حاول تتكلم على النقطتين تلاتة اللي ليهم علاقة بالشغلانة دي اللي انت مقدم عليها وعش كده أقولك هو المعنى ورا السؤال انت عارف نفسك دي اول جزء وعارف نحنا واحتياجاتنا ولا لا يبقى لما هتيجي تقولي نقاط القوة بتاعتك ما تدينيش لستة طويلة ما تقعدش تقولي مواصفات كتير وخلاص ما تقعدش تقولي اي حاجات ممكن تكون قولي الصفتين تلاتة اربعة بالكتير في الاول لان هو كده كده هيسألك تاني الحاجات القوية اللي ظهر قوي اللي انت عارفها في نفسك بقى مثلة وعارف ان احنا محتاجينها في الشغل ده في الفترة دي اللي انت مقدم عليها ده السؤال بتاعه ايه هي نقاط القوة اللي عندك السؤال التاني النهاردة اللي هو يعتبر ايه اخو السؤال ده او التوقن بقى بتاع السؤال ده وايه نقاط الضعف اللي عندك السؤال بقى بتاع نقاط الضعف ده سؤال صعب وحل لان سؤال لو تجاوب صح السؤال ده لو تجاوب صح هيفرق كتير جدا في الانطباع والإمبريشن اللي انت سايبه عند الانترفيور لان سؤال صعب وناس كتير ما بتعرفش تجاوب السؤال ده هو عاوز يعرف ايه برضو تاني عاوز يعرف وعيك عن نفسك وعيك الذاتي نضجك عارف نفسك ولا مش عارف نفسك الجزء التاني بالله عاوز يعرفه ايه هتحور علي زي ما كل الناس بتحور ولا لا لانه معظم الناس بتهرب من اجابة السؤال ده بتحاول تقول الحاجات اللي اتعملت كتير يا جماعة ويعني ما تحاولوش خلاص تعملوها تاني لان مش هتنفع ومش حلوة ان انت ما تقولش حاجة اصلا او ان انت ما تبقاش عارف او ان انت تقول حاجة اللي هي ايه بتبقى هي نقطة قوة وانت بتقولها ايه والله انا نقطة ضعفة عندي ان انا بشتغل جمد اوي وبتعب جمد اوي والله وبحرق اعصابي في الشغل فالله ايه يعني انا كده بقول ان انا هارد ووركر بس ايه بقولها ان هي نقطة ضعفة الكلام ده برضو شافوه مئة مرة الف مرة فمش هيفرق اوي هو مش هيفرق اصلا فبلاش التحوير بلاش الحاجات اللي هي ايه والله برضو من نقاط الضعف اللي عندي ان انا مش عارف تروح جاي ايه الحاجة هاش ايه علاقة اصلا بالشغل ولا بالحياة العملية ولا ليه حلقة باي حاجة في اي حاجة بره خالص برضو بلاش الابروتش ده احسن طريقة للاجابة عن السؤال ده هي ان انت اصلا تكون صريح مع نفسك فبالتالي تقدر تكون صريح مع الانترفيور وبس هيحترمك هيعرف ان انت فاهم نفسك كويس ومعندكش خجل من انك تتكلم في الحاجة دي لان كلنا عندنا نقطة ضعفة تاني حاجة عشان برضو الناس يقول لك طب انا لما اروح اقول له المشكلة اللي عندي ما انا كده مش هشتغل بقى لأ ما هو انت لما تقول نقطة الضعف اللي عندك وراها على طول هي ليه مش بتأثر معاك في الشغل قوي او انت بقى لك فترة شغال عليها بتطورها ازاي يبقى انا كده عرفت ان انت زي ما عندك وعي وفاهم نفسك كويس زي ما انت برضو شغال على الكلام ده عشان ما يأثرش عليك جامل ده شخص انا عاوز اشغاله معاه لان معنى انك ما تقولش نقطة ضعفة او تتهرب او تتفدى الاجابة كل الكلام ده مالوش اي ايمان لان كلنا عارفين انه كد وكلنا عارفين انه مش صح وكلنا عارفين ان انت بتتهرب من الموضوع وان فيه عندك نقطة ضعفة فانا هأبريشيت اكتر اللي عارف نقطة ضعفة وبيشتغل عليها لان ده واحد صريح واحد فاهم واحد نضج واحد يعتمد عليه غير بقى اللي بيقول لي اي بقين واي كلام وخلاص هيحصل حاجة من الاتنين ياما هيقرس عليك ياما هيزهق منك وهيبقى عارف ان خلاص ايه انت وقعت في السؤال ده هو سؤال صعب ومش سهل ومحتاج ترتيبات برضو قبل الانتربيو لازم نبقى عارفين نفسنا كويس لازم نبقى عارفين نبقى صرحة في الاجابة ونبقى عندنا خطط للتحسين قردي بدقناها وساعتها لما نتكلم نقدر ان احنا نقول والله نقطة الضعف اللي عندي هي كذا وكذا انا مثلا عارف عن طبع شخصيتي ان انا لما بخلص لما بدخل في مشروع جديد وبحل مشكلة المشروع ده ببقى فهمت عرفت خلاص عرفنا الحل هيجي منين بسقط شوية او ما ببقاش عندي نفس الموتيفيشن بتاعي والانيرجي بتاعي بيقل ان انا كمل بقى لغاية الاخر يعني المشاريع الجديد دايما بتبقى بالنسبالي عشان لسه مش عارفين هيحصل فيها ايه ومجرد ما بتبقى بس خلاص عرفناها وكل اللي مطلوب ان يعني جرة قلم كده وشوية شغلة يخلص وخلاص ببتدي ما بقاش انجيج ده قوي فانا عارف ان دي كانت نقطة ضعف ادركتها مثلا من كذا سنة فاتت لما حصل لي واحد اثنين تلاتة ومن ساعتها وانا دايما بحاول اعمل بفكر نفسي بالحكاية دي ودايما بحط لنفسي بتكون ديقة ودايما بحط اكاونتبيلتي ومسئولية على نفسي تجاه ناس اخرين علشان ابقى عارف ان حتى لو حسيت ان الانيرجي بتاعتي بدأت تقل شوية بيرجع بربط نفسي بالموتيفيشن ان انا مش عايز اكون يعني دي سابوينت خليت حد دي سابوينتت فيه او ان انا وعدت حد بحاجة وما عملتهاش فانا هنا ممكن اتكلم في نقطة الضعف بس اتكلم في انا الفهمي عنها ايه وبشتغل عليها ازاي ده موضوع بتاع نقطة الضعف اه تالت سؤال واخر سؤال لنا النهاردة اه هو سؤال اه 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 ايه انت انهي نوع من الحيوانات وده مش مقصود بش تيمة لكن السؤال ساعات بيتسئل انت لو تختار تبقى مش عارف ارد ولا اسد تبقى ايه لو مش عارف تختار تبقى ايه من الحيوانات تبقى ايه اه او متغيرات بقى تانية من السؤال اه ايه من الالوان ايه من شخصيات الكارتون السؤال اللي زي ده سؤال مش غلص ولا غريب ولا سؤال ملوش اي علاقة باي كلام هو سؤال ببساطة الهدف منه انه يشوف انت هتعرف تفكر لما تتفاجئ وتبقى كرييتف ولا لا فتاك السؤال ده ايزي خالص سؤال زي ده تاكت ايزي السؤال ده ملوش اجابة صح ملوش اجابة غلط ليه طريقة اجابة صحة او طريقة اجابة غلط لكن والله لو قلت اختارها بكون الحمار زي ما تقوله اختارها بكون الاسد زي ما تقوله اختارها بكون الارد مش هتفرق طول ما انت عن قادر تكون في الاجابة بتاعتك ليه اخترت ده هو ده الاهم الحاجة اللي اخترتها اخترتها ليه فلما تتسئل سؤال زي ده الالوان الشخصيات التليفزيون ولا الحيوانات ولا اي ان كان السؤال السؤال الغرض منه ان انت يفاجأك شوية ويشوف هتعرف تبقى كول وتفكر بكرييتفتي ولا لا وده ببساطة اللي تعمله فكر بطريقة مبدعة شوية بلاش القلش قوي برضو علشان يعني ايه ساعات ما مش مكانها في الانترفيو لكن المهم ان انت ايا كانت الاجابة اللي تختارها او تختاريها تعرف ترد عليها وتبررها وتقول والله عشان كذا 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 السؤال ما فيهوش اجابة غلط وانما طول ما انت طريقتك كول وطريقتك فيها كرييتفتي وبتاخد السؤال ببساطة هو ده اللي هم عاوزين يشوفوه من سؤال يكون غريب بالطريقة دي تمام اه ده كان الاسئلة بتاعتنا النهاردة برضو اه اه اعرفوني اقرأكو في الكومنتات محبين تشوفوا ايه تاني في الفيديوهات اللي جاية و اه اشوفكو بكرة بازن الله حلقة جديدة من انا حب اللي يسألين مع السلامة اه 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 اهد اه اه اعلانا حبا جديدة من انتظار التعارير يطب Glück